مشكلة الألغام والعبوات الناسفة فعلا مشكلة ضخمة بالشرق الأوسط يعني حتى بالحروب الماضي الحرب بين العراق وإيران تركت تقريبا 16 مليون لغم والحروب اللي عم تحصل مؤخرا باليمن وبسوريا وبليبيا زادت أيضا يعني مئات الألاف من الألغام والعبوات الناسفة بمنطقة داعش لحالة في أكثر من مئة ألف عبوة ناسفة باقية بما يعني بلدات ومناطق بسوريا والعراق فتحدي فعلا كبير وكبير جدا في معاهدة دولية اسم معاهدة أوتوا من 1997 تمنع وبتحد جدا من استعمال الألغام والعبوات الناسفة ولكن ما في التزام بالأخص من مجموعات مثل داعش وميليشيات عديدة التي تعمل بالمنطقة الأردن هي الدولة الأولى بالمنطقة التي تعلن أنه فعلا خالي من الألغام ولكن يبقى تحدي كبير بعدد كبير من الدول العربية نحن بمؤسسة شرق الأوسط نستضيف مؤتمر دولي حول هذا الموضوع لتصويب الاهتمام والالتفات إلى هذه المشكلة الكبيرة جدا فعلا يعني للأسف فشلة المحاولات الأخيرة للموفد من قبل الأمم المتحدة للحرب الأهلية اليمنية يحاول أنه يجمع الأفريقاء بجوناف الأسبوع الماضي ولكن الطرف من الحوثيين ما أجوا على اللقاء قالوا لسبب ما عندهم ضمانات بالعودة السالمة الموفود مارتين جريفث يعني ما عم يقطع الأمل فعم يزور مسقة عمان ومن ثم صنع باليمن ومن ثم الرياض لمحاولة يعني إعادة الحياة للمسار التفاوضي حول الأزمة اليمنية الأزمة اليمنية تفاقمت بعد إخفاق هذه المحاولة الأخيرة في تصعيد جديد حول ميناء الحديدة في الساحل اليمني يعني الأزمة مفتوحة ومستمرة ولكن جهود الأمم المتحدة مستمرة أيضا فعلا العراق بعيش عدة أزمات أولا أزمة بين المواطن والدولي عدم إيصال الخدمات للمواطن شفنا الحالة الساخبة اللي حصلت بالبصرة انتفاضة نوعا ما ضد الطبقة الحاكمة وضد أيضا نفوذ إيراني أو نفوذ أميركي أو أي نفوذ خارجي نوع من صحوي بنفس الوقت في يعني أزمة بين الأحزاب الشيعية إذا جازت تعبير حول من سيتبوأ المناصب في الحكومة كما أنه معروف يعني في التشرذن بالساحة العراقية الأوسع بين الأحزاب المسمات الشيعية ومنها السنية والكردية يعني وتدخل المرجعية العراقية بشكل غير مباشر إذا يعني نستطيع أن نقول وقالت يعني بعدم عودة يعني شخصيات سياسية فقد نرى يعني ربما حكومة من التكنوكرات أمام العراق تحديات كبيرة في يعني استدباب الأمن والحرب ضد داعش التي لم يعني تنتهي كليا ويعني إعادة الأعمار في مناطق مثل الموصل ومناطق أخرى ومكافحة الفساد وعودة يعني الخدمات والحياة الطبيعية التي غابت عن العراق لسنوات لا بل لعقود اشتركوا في القناة